وبعدا عن نتائج الانتخابات المحلية إلى خبر آخر عملا بتعليمات رئيسة الجمهورية وعقب المشاورات مع لجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا قرر الوزير الأول تمديد النظام الحالي للحماية والوقاية لمدة عشرة أيام ابتداء من الأربعاء الفاتح من ديسمبر حسب ما جاء في بيان الوزارة الأولى وبخصوص شروط الدخول المفروضة على المصافيين أكد بيان الوزارة الأولى أن اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا توصي بإقرار الجواز الصحي للتلقيق كشرط لدخول تراب الوطني ومغادرته مع العلم أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه في الأيام القليلة المقبلة فيما يخص نقل المسافرين عبر الطريق البحري وعضفت مصالح الوزير الأول أنه عقب انقذاء الفترة التي يغطيها هذا البيان يمكن أن يؤدي بسلطات العمومية إلى إقرار تدبير صحية مكيفة مع تطور الوضع الوبائي لا سيما فيما يخص إجبارية التلقيح وتوسيع جواز الصحي للتلقيح إلى بعض الأنشطة وجدير بتذكيرنا الولوج إلى التدهورات الرياضية والثقافية وكذا قاعات الحفلات يخضع بالفعل لتقديم شهادة التلقيح ترجمة نانسي قنقر